أعزائي المشاهدين في كل مكان السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي أمر على الله تبارك وتعالى أن تكون شارحة للصدور باسطة للعقول مساعدة بشكل أو بآخر في أن أعيد وأن أزيد وأن أذكركم وأبقى جرس إنذار حتى وإن كنت مزعيا للبعض حتى وإن كنت مرددا للكلمات التي أقولها مرارا وتكرارا ولكن أتمسك بقول الله تبارك وتعالى فذكر 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 فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالتذكرة والترديد والإعادة أشياء كلها تفيد أشياء كلها تؤدي إلى ما هو أفضل جاءني سؤال محير المحير ليس لصعوبته ولكن لأنه يتداخل مع أشخاص كثر فأم تشكو أنها تعيش في بيت الأسرة وبيت الأسرة واسع متسع فيه من الأعمام ما فيه فيه من أبناء الأعمام ما فيه فيه من الأشخاص المختلفين عنها ما فيه بيبخوا بيعني بيعملوا كل حاجة مع بعض وما إلى ذلك ولا تستطيعوا أن تنفرد بأولادها فتوجههم يعني إيه تقولهم الصحة والغضر وأسلوب الأسرة شوية هليه لي شوية بالتعبير البلدي ما فيهوش قواعد ما فيهوش نظام ما فيهوش كذا ما فيهوش كذا أو هليه لي معناها أن أنا ممكن أكون بعنف الواد بديله كلمتين بديله في جنابه خلاص بألع اللي فريدلي والتوش بيه ما فيهوش نظام يعني بس هم شايفين من التربية بهذه الطريقة هي الطريقة المسلة الطريقة التي تربى عليها آباؤنا وهذا ما وجدنا عليه آبانا وأجدادنا يعني أنا عادي كذا يعني فيهوش مشكلة زيب والأم قادمة من بيت آخر كان فيه قواعد ونظام وإسلوب وطريقة ولها آمال وطموحات في أولادها أن يكونوا مكتهدين أن يكونوا موظمين أن يكونوا مرتبين أن يكونوا أصحاب كلمة أن يكونوا غير متحدثين بكلمات قد تكون من الكلمات اللي هي ممكن تكون سوقية قليلة أو يعني مستوى الكلمات لا ترتقي إلى الأداب العامة يعني أنا الأولي شكناك جدا محنتف بس وعن يشمئي يعني ما ينفعش تهل خلاص هي ترى إنه ما ينفعش تنادي على الولد تقول له يا جحش ثامني ما ينفعش حد ينادي على البنوطة يقول لها يا ايه يا بيت يعني ما ينفعش تنادي على المعرفش مين تقول له أحمار يعني هي بالنسبة لها لها أسلوبها ولها طريقتها ولها كم وكانت قد اتفقت مع زوجها منذ أن كانت في خطتها إن هي يبقى في انتقال إلى بيت آخر بعيدا حتى تستطيع أن تقوم بالعملية التربوية والعملية التوجيهية مع أولادها في هدوء دون ما تدخل من الأسل وحاجة تانية هي ما بتحبش التدخل الشديد والتدخل الشديد داخل الأسل فيه ناس بتلت وتعمل كتير فيه ناس بتحب بتعرف إيه ليه كل عليه كل جواه كل فيه بتعمصة إيه وتلاقي ناس كده بترطرت بالكلام كده وتعرف أسرار الأغير ناس بتعب كده ما يعمل لهم إيه هم تركيبة شخصيتهم كده وركب يعني كبروا على كده وعاشوا على كده وإذا بها تصطدم بعد الزواج بإن جوزها بيقولها أنا مش قادر وتصطدم بأنه عديم الرأي لا يستطيع أن يقول رأيا أو يبدأ تراضا أو أن يكون يعني يعني يوجه الآخرين إلى عدم صواب الشتائم أو إلى الإهانات أو إلى المقارنات التي تعقد بينه وبين أولاده يعني هي اصطدمت بذلك والأولاد كبروا 8 سنين والبنات بقت 10 سنوات والأيام بتمر والأعمال بتمر وهي ترى أنها لم تحق في أولادها جوزها طيب طيب جداً وبيستغل من خواته خلاص وهو اللي بيشتغل للنهار وفي نفس الوقت هي يعني من تستغل في المنزل بشكل أو ضخ وهي تريد أن تنفرد بزوجها بعيداً عن الأسر لأنها تجد أن كل المعطيات تؤدي إلى أن أولادها أصبحت أخلاقهم كأخلاق أولاد أعمامهم وكلمتهم هي نفس الكلمات وأسلوبهم ونفس الأسلوب وعدم من الاهتمام الدراسي وعدم الاهتمام الدراسي وبتجد أن في أولادها مش دا اللي كانت بتطمح فيه في يوم من الأيام هي كانت بتتكلم على أنها كانت حابة تحفظه من القرآن الأداب الأخلاقية كانت بتحاول تعني يبقى فيش قدر من الاتزام كانت عاوزاهم متفوقين دراسياً كانت عاوزاهم يلعبوا رياضة من الرياضات بالقطع لم تستطع أنها تلعبهم رياضة من الرياضات لأن المحيطين قد تدخلوا فلعبوا في رأس زوجها يعني يوم العيال بيلعبوا في الشارع طول النهار يعني إيه يعني نعمل إيه يعني جات على الرياضة إيه هي دي كرة دي إيه كرة دي وبتاعه الكلام دا يعني تطلع لنا في المهدر جديد هي المرأة تريد أن ترتفع بمستوى أداء ولكن العسر في هذا الأمر الزوج وعدم قدرتهم على مواجهة المحيطين في الطبيعي من الطلبات هو له يستطيع أن ينفصل ويستطيع أن يبعي نفسه وأولاده ولكن يمكن أن يظل مشاركاً لأسرته مشاركاً للمحيطين وحولهم البعض يقول لك أنت بتقدروا لتفتيت الأسر وكل واحد يبتدي يبقى عن الجد والجدة والجد والجدة دو يتعبوا عبال ما عملوا البيت الكبير والزرع والكلام دا لكن في النهاية أردت على الست دي أقول لها إيه أقول لها أنت بحس وجهة ولا عيش حياتك ولا استهني عن طموحاتك أو أحلامك وإيش زي ما الناس عيشين وإيش عيشت أهلك يعني دي دعوة أنا بوجيها من هنا بعد ليه لأنني أحار أحار في الإجابة ليه لأن يوم ما حاجاه والدرائي لازم يكون عندهم المقدرات للتنفيذ والمقدرات دي للزوج غير كافية لأنه لن يستطيع أن يتخذ قرارا بأن يبتعد عن الأسرة قليلا الكبرى حتى لو ينفصل يروح حتة تانية يعني بيت جنبه هي مش طلب أكتر من أنها ممكن تقدر تقفل عليها شائدة وده متاه ومباه عمش عاوز الأولاد ينزلوا بعد الساعة تمانية عشان تقدر تزكلهم وكذا 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 فمش قادرة تحقق ده هل تسيب البيت وتقعد في بيت تاني هل تستسلم والله دي مشكلة بس أنا بنتكلم دلوقتي في بيوت كثيرة أطلب الطلاق ويمشي مصلحة العيال مع أنهم يبعدوا مش يبعدوا لأن الأولاد العمومة عنده مبتوع مخدرات ولا بتوع كذا لا أطلاقا ولكن لا اهتمام بأي شيء ولا قواعد بتتحط ولا نظم بتتعمل ولا صلاة بيولوا عليها ولا حاجات أساسية بتتعمل ولاد العم كبره وبدأوا يتطولوا شوية على آبائهم واللي ولاد الصغيرين بيشوفوا المناظر دي فهيبتدوا يتعلموا بشكل أو آخر حال كده خلططيطة والزوجة دي منظمة ومرتبة وكانت في يوم من الأيام يعني تطمح أن تعلمهم شيء هي دعوة أنا بقولها لكم دعوة إلى أن أكون صادقا عند خطبتي لزوجتي بأن ما أقوم بالوعد بك أكون عند مستوى الوعد دي وعد دي النصيحة الأولى حاجة تانية أنا أكون صادقا فأوضح إمكانياتي النفسية والمعنوية كلها لمن أماني مش أقدر أواجه مش أقدر أواجه مش أقدر أعمل مش أقدر أعمل مش أقدر يمين مش أقدر يمين مش أقدر شيء مش أقدر شيء النقطة الثالثة الخطوبة صراحة ليس عقد اتفاق ولكن صراحة أقطر مرحلة يتم فيها التلاعب ما بين فعلا في مرحلة الجواز ما بين المتزوجين فترة الحطوبة انت بتجمل نفسك ليه خليك بعبلك باسلوبك بطريقتك بتعاملاتك لا تغن هذه المرأة بشيء وأنت بعيد عنه ما تبقاش طيب وانت شرير ما تبقاش هادي وانت عصبي ما تبقاش حمائي يعني تبقى طبيعتك حمائية وانت باقي انك سلس وعادي ومش مهم وما فيش فارق دي اول نصيحة نصيحة تانية يا بنت الحلال أما لقيت الوضع بهذه الصورة كان لابد من الاعتراض من أول ما رأيت هذه الصورة ويتدخل الكبار لعملية الفصل دي حتى تربي أولادك وجوزك يقوم ببره لأهله وان عملية الفصل أهميتها فقط في تربية الأولاد وليس عيبا في الأسرة الكبرى بس انت محتاجة دعم من الزوب دعم من أهلك من العقلاء دعم من أحد العقلاء في هذه الأسرة عشان تقدر تحققي ما ترمو إليه في عملية التربية النقطة التالتة اوعي تحط جوزك ما بينك وما بين أمه لإما أنا لأمك لإما أنا لأهلك لإما أنا لإما معرفش إيه ليه لإنك أنت عارفة إنه مقدرات زوجك تعافش ياخد قرار كده حرق دمه كده هو ما ياخد قرار هيبقى مش مش باتزان كامل فإذا فضل أمه عليكم أقاتل بيت راح لو فضلك على أمه أمه هتتقلب عليه فهو يحتاج إلى كثير من النصح والإرشاد بالزكاء الاجتماعي الكافي عشان يقدر يحدث هذا الفصل اللي تقدر عن طريقه دعم تربوي لأولادك بعيدا عن الجو العام الموجود كم من الأمهات انفصلنا عن البيت الكبير واحتفظنا بود أهل الزوج ده مهم جيد وبالتالي إجابة السؤال لا نسعى أبدا لفسخ العلاقات ولا لسوء العلاقات ولكن نسعى لأن أولادنا دول أمانة وتربيتهم أمانة وإننا نحطوهم في بيئة مناسبة أمانة بيئة أهل زوجك مش وحشة مش سيئة ولكن ما فيهاش قواعد ولا قوانين وبالتالي محتاجين أولادنا يبقى فيهم قواعد وقوانين نظام اسلوب ده حق زوجها والزوج لازم يشوف أن من حق زوجته أن تربي أولادها طبما هي ما هي بيحت زقهم لقدامك يبقى ما يعملش الخلط بقى أنت ضد أهلي أنت مش عاجبك أهلي أنت شايف أهلي قليلين يا سيد الموضوع أكبر من كده قبر دماغك لك القوامة بتشوف الرؤية الكاملة بتشوف أفضلية الانتقال من عدمه للاولاد بس لكن الموضوع الأكبر الحفاظ على العلاقات الإنسانية مطلوب في هذه أنا جاوبت جزئيا لكن لا أستطيع أن أعطي حلا جذريا لهذا الأمر لأن كل واحد بمقدراته وباستطاعته أترككم في رعاية الله الهوان والسلام الله عليه ورحمته وبركاته